شكراً سيد المستشار المحترم على طرحات السؤال تنذكر إلى أن الشركة الخطوط الملكة المغربية قد أطلقت منذ سنة 2019 ورشهام للتحول بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ومن بين الإجراءات تخصيص المحطة الأولى بمطار محمد الخامس ضرب إضافة بنائها لسهل الولوج داخل المطار على سبيل المثال وكذا إعادة النظر في تجويد عروض الخدمات داخل مقصر الطائرات وداخل جميع المطارات الأخرى وانخلطت الشركة منذ خمس سنوات في برنامج التحول الرقمي لمواكبة تكنولوجيا الجديدة تهدف إلى الطوير الحلو الرقمية وجديد الموقع التجاري وتطبيق الرقمي للشركة عبر الهاتف المعمول لذني أصبح الوسيلة الأولى لحجر وبيع التذاكر بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الرقمي على الإنترنت وعلى لوحة تسجيل آلي بالمطار تبعاً لذلك توجد الشركة سنة 2023 وللمرة التاسعة على التولي من قبل المنظمة الدولية سكايتراكس بجائزة الجودة من صنف أربعة النجوم إلى جانب الفوز بجائزة أحسن شركة جهوية بإفريقيا من جهة أخرى وحسب الدراسة تقييم مستوى احترام مواعي الرحلات بلغ المعدل خلال سنة 2023 حوالي 74% في حين هذه النسبة تتعادل 69% بدول الاتحاد الأوروبي وتسعى الشركة أيضاً إلى تحسين معالجة أمتعات المسافرين حيث أن نسبة المشاكين المتعلقة بالأمتعات لم تتعدى ستة حالات في الألف خلال سنة 2022 أما فيما يخص أوضاع أو تحسين أوضاع العاملين بشركات الخطوط الملكية أريد أن نشير إلى أن الشركة تتولي أهمية بالغة للرأسمال البشري لتساعد في بناء كل المشاريع التنموية للشركة وفي هذا الإطار وضعت الشركة آلية لتدبر الموارد البشرية تتخص تدبير المسار المهاني لمختلف الفئات تحسين منظومات الأجور دعم الأعمال الاجتماعية لفائدة المستخدمين وكذا برامج متنوعة للتكوين المستمر لكي تقدر تطور الكفاءات وتحفز إنتاجية المستخدمين وتمكنهم من ظروف عمل ملائمة